السلام عليكم ابناء طالبات وطالبات التعليم الفن الصناعي تخصص الحاسبات الصف الثالث. اهلا وسهلا بكم في البرنامج المفضل لديكم في بيتنا يا مدرسة. هنكمل النهاردة ان شاء الله برنامج الجافة زي ما خدنا قبل كده. نرجع مع بعض شوية ايه هو برنامج الجافة? وايه هي معاملاته? طبعا احنا خدنا برنامج جافة قبل كده مرة واتنين وتلاتة. وارفنا ان الجافة برنامج بيقوم بالعاملات الحسابية لانه مكتبة كبيرة جدا بشتغل به بشوية معاملات وشوية متغيرات وشوية ثوابت زي المتغير الحرفي والمتغير الرقمي والثوابت العادية والثوابت الرقمية. النهاردة هنكمل ان شاء الله في البرنامج الجافة بعض القواعد اللي عندنا في صورة تمرين. نرجع مع بعض نفتكر احنا ايه الشكل العام لبرنامج الجافة? مفهود انه كل مرة بنقوله عشان ان شاء الله بازن الله في المادة وفي المعمل هنحتاج الشكل العام لبرنامج الجافة. نبص مع بعض كده الشكل العام لبرنامج الجافة هما زي ما اتفقنا قبل كده هما خمس سطور بداية وسطين للنهاية. ايه هما خمس سطور دولات? اول سطر عند رقم واحد امبورت جافة اكس اسوينج اوبشن بين. وده قلنا قبل كده ان ده المكتبة العامة لبرنامج الجافة اللي فيها تقريبا كل معدات البرنامج او كل لغة البرنامج. السطر التاني بابلق كلاس بي بي بي. وده اسم البرنامج اللي بكتب في اسم البرنامج. واتفقنا قلنا ادام بكتب اسم البرنامج بفتح القوز بتاع البرنامج. ده سطر رقم تلاتة. السطر اربعة. وده الدالة الرئاسية. كلمة الدالة الرئاسية بتاعتنا. وبعد ان بدأت في الدالة الرئاسية بفتح قوس الدالة الرئاسية. دول اول خمس سطور سابتين في اي برنامج جافة. بعد كده السطر رقم ستة. وده بكتب في البي الاخراج او اي او البرنامج عمتى ابدأ اكلمه من سطر رقم ستة. وفي نهاية البرنامج خالص بقفل القوس اللي فتحته رقم خمسة وبقفل القوس اللي فتحته رقم ثلاثة يبقى لا الشكل العام لبرنامج مين الجافة نبدأ نكمل تنمين رقم واحد التنمين بيقول لي المطلوب كتابة برنامج بلغة الجافة لكتابة جدوى الالوان المقاومات من اللون الاولان لللون الرابع باستخدام دالة سويتش ونعرف ليه سويتش مقالش F يعني يعمل البرنامج اما اقول له ادي له رقم زيرو يقول لي ان اللون ده بتعلوني الرقم مين الاسود اما اقول له زيرو يديني اللون الاسود اما اقول له واحد يديني اللون البني اما اقول له اتنين يديني اللون الاحمر اما اقول له تلاتة يديني اللون البرتقالي هواش معنى انا قلت جملة سويتش احنا خدنا قبل كده جملة F دي بتقوم بعملية مقارنة جملة F بتقوم بعملية مقارنة. مقارنة بين ايه? بين حاجتين. بين تلاتة. لما اقول احمد اكبر من محمد. علي اكبر من جمال او زياد. اه خمسين اكبر من ستين ولا اكبر من تلاتين. كل ده اقدر اعملها بجملة اف. لكن ما اجا اقول بقى انا عاوز اختار ما بين اربع اختيارات ما ينفعش جملة اف هنا. ليه? جملة اف كل ما زودنا المقارنات كل ما اكبرت جملة اف عشان ما احط معاها ارس وابدأ افتح كوس واعمل سطر الصح وسطر الخطأ فبتكبر اف. فالحل السهل عشان اعمل بي اكتر من تلات مقارنات بعمل بمين? بسويتش. عشان كده قلنا البرنامج بتاع الالوان انا اعمله بعملية السويتش. كانت بين سويتش تستخدم عند زيادة المقارنة لا اكثر من تلات احتمالات. دي الصيغة العامة لسويتش. ناخد بنا تاني على سويتش بتقول ايه? سويتش يعني انا بحط المتغير بتاع جنب مين? جنب السويتش على طول. وبعدين افتح كوس سويتش. يبقى سويتش جنبها المتغير بتاعها. وبعدين ابدأ كوس بتاع السويتش. اول حالة عندي يعني الحالة الاولى. انت اول مقارنة بالنسبة لك. بعدين ببدأ اكتب السطر بتاع برنامج المقامرة. بعد ما خلص المقارنة بحط كلمة كده نهاية خلصت اول مقارنة. لكني بقول اف خطبت السطر الصح بتاعها وبعدين هكتب الز. هنا قيم الاولى للحالة الاولينية واكتب الجملة وبعدين وبعدين ابدأ في الحالة التانية وبعدين اتنين. يعني الجملة رقم اتنين وبعدين بريك. يبقى بييجي معها كاس وفيناية بيجي معها بريك. نكمل لو عندي كمان تلات احتمالات. كاس وبعدين بريك. يعني بقول للحالة التالتة الجملة بتاعت الحالة التالتة وبعدين اعمل طب هلنا انتهيت من جملة السويتش? جملة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة زي ما يكون انتهيت خالص ما عنديش سويتش كس ثاني ما عنديش كس ثاني واحد او اتنين تلاتة اربعة وخمسة بنتيب كلمة يبقى دي بولت دي اللي هي نهاية كلمة ونهاية كلمة سويتش خلصت نرجع تاني نقفل قوس بتاع السويتش عشان احنا بدأناها بسويتش بعدها قوس وبعدين نقفلها بكوس بتاع السويتش. يبقى قاعدة السويتش اشم واعمل من قاعدة اف في انها ممكن تعمل اكتر من اربع مقارنات خمس مقارنات ست مقارنات. الفرق من السويتش واف. ما عنديش انا بابدأ اسويتش افتح قوس السويتش. ابدأ اعمل كيس وان وكيس تو وكيس ري وكيس فور كيس فايف انها مالها نهاية. وفي نهاية كل كيس بدوس على بضغط كلمة دي نهاية الكيس الاولانية. بريك للكيس التالتة. طب انا خلصت الكيس اللي عندي كلها. الحالات اللي عندي كلها خلصت. ما بدوس بريك بقى بدوس كلمة يعني انا نهيت قاعدة السويتش. نبدأ في اول برنامج عندنا لقلناها من شوية. البرنامج بيقول انا عاوز اعمل برنامج. اما ادوس على رقم زيرو او ما يدخل الرقم زيرو يديني اللون الاسود بتاع المقاومة. اما ادوس على الرقم واحد يديني اللون البن بتاع المقاومة. اما ادوس على رقم اتنين يديني اللون البن او الاحمر بتاع المقاومة. اما ندوس على الرقم تلاتة يديني اللور بنتقالي بتاع المقاومة. اذا ما احنا خدنا المقاومات في سنة اولى خدنا الوان المقاومات عشان نفتكر بس مع بعض مراجعة سريعة ايه هي المقاومات وهي الوانها. زي ما جدوا ده مع الشاشة كده. عشان اعرف انا جد اسود منين وبني منين واحمر منين. ده جدوى المقاومات. اللي خد نفس نقولها كلنا. كلنا حافظينه ان شاء الله. الرقم زيرو بيعادل اللون الاسود. والرقم واحد بيعادل اللون البني. والرقم اتنين بيعادل اللون الاحمر. والرقم تلاتة بيعادل اللون البرتقالي. اربعة بيعادل اللون الاصفر. خمسة بيعادل اللون الاخضر. ستة بيعادل اللون الازرق. سبعة بيعادل اللون البنفسي دي. تمانية بيعادل اللون الرماضي. تسعة بيعادل اللون الابيض. انا مش اعمل سويتش لتسعة حالات. لكن انا اعمل ايه? انا خدت اول اربع حالات بس. وابدأ اعمل عليهم برنامج. نشوف كده برنامج مع بعض. هيشتغل ازاي? طبعا دي بداية البرنامج. انا بس اعمل البرنامج على الجزء اين? عشان يقدر نشوف كلنا. ده الجزء اولاني ودي السوابت بتاعة برنامج الجافا. السطر رقم واحد امبورت جافا اكس. اللي هو المكتبة الشاملة العامة بتاعة الجافا. السطر اتنين وده اسم البرنامج. تلاتة دي بداية القوس بتاع مين? بتاع اسم البرنامج. اربعة اللي هو مين? ايو برافو عليك وده الدالة الرأسية بتاعتنا. بماني قلت الدالة الرأسية بفتح القوس. كده اول خمس سطور سبتين بتوع الامبورت جاف. نبدأ. احنا كده فنبدأ مين? السطر السادس هو مين? السطر السادس. بداية البرنامج بتاعي. السطر ستة بيقول لي ايه? انت كيو. يعني ايه? انا اختار حرف او رمز او متغير اسمه كيو. وده من النوع انت. اللي هو من النوع انتجر او من النوع الصحيح يعني ما فيهوش علامة عشرين. وبأكد الكلام هو بقول. السطر رقم سبعة. كيو انتجر بيرس انت جي اوبشن بين شو انبوت دايالوج. يعني المربع الحواري بتاع الداخل. ودخل الرقم بتاعي انا. اللي هو مين? اللي هو كيو. يبقى كيو مزا مين? ده الرقم بتاعي صفر واحد نين تلاتة اربعة. احنا قلنا من شوية ندخله ارقام ويطلع في صورة الواي. انا خلاص عرفت الكيو. المتغير بتاعي نبدأ في مين? برافو كده. نبدأ في قاعدة السويتش. السويتش بتقول لي ايه? السويتش قلنا جنبها المتغير. مين المتغير اللي عندي? انه هو كيو. عشكلا كتابت السويتش وجنبها كيو. وعرفت كيو انها الرقم صحيح. انتجر. مفهوش علامة عشرين. بعد السويتش بفتح مين? بفتح قوس السويتش. استضبط رقم تسعة. القوس بتاع السويتش. نبدأ في حالة بتاعتي بتاعتي سويتش لو ما عندي كم حالة? ايوان برافو عليكم. اربع حالات زي ما قلناهم لانما نختار مين? لما نختار اربع علواء. نبدأ في اول حالة. الكيس رقم زيرو. كيس رقم زيرو للحالة الاولى. انا مسميها كيس زيرو. واحد تاني ممكن نسميها كيس واحد. انت حر. لكن انا عرف ان الكيس رقم زيرو هي الحالة الاولى. كيس رقم زيرو بتقول سط رقم عشرة. جي اوبشن بين. نل يعني احط مربح يواري في المنتصف. زيرو عما عندي مين? ايوان برافو. زيرو اللي هو اللون الاسود. فكاتب اهو عندي بعدها بنقصين اسود. اده اول سطر من كيس. اما احط الكيس بزيرو. احط اللون مين? الاسود. خلصت سطر ما ننساش بنحط مين? برافو. بنحط كلمة بريك. ادي في سطر واحد عملت اول حالة لسويتش. يبقى كيس زيرو جي اوبشن بين لسو ماجد نل. احط اللون مين? اللي هو الاسود. وبعدين بريك. السطر اللي البعديه سط رقم حداشر. ودي الحالة التانية بالنسبة لي. اللي هي كام? ايوة. اللي هي كيس رقم واحد. ايه ده? كيس واحد ده انا افتكرت. نفتكر مع بعض كيس واحد ده كان ايه? زيرو كان اسود. واحد اه نفتكر جدوها الالوان. واحد ده كان مين? كان بني برافو عليكم. يبقى كيس واحد ده كتب فيها مين? بني. نقرأ ونشوف. حداشر. كيس وان. اللي هو اللون التاني بالنسبة لي. بيقول جي اوبشن بين شو ماسج نال. مربع الحوار في المنتصف. اللون مين? ايوة صح كده. اللون البني. كتبت اللون البني بتاعي. ادوس على سطر. انا السطر بمين? بريك. صح كده. يبقى بعد البني ادوس بريك. الحالة التالتة بالنسبة لي. اللي هو اللون التالت بالنسبة لي. نفتكر كان اسود. بني. بعدين مين? ايوان? بعدين احمر. صح كده. يبقى اللون التالت هنكتب فيه من لون مين? الاحمر. يبقى الكيس اتنين. اللي هي بالنسبة للحارة رقم تلاتة. جي اوبشن بين. بسو ماسيج ديالوج. نال لمين? للاحمر. صح كده. الاحمر. نهيز سطر الكيس. ادوس بتاع دي كلمة بريك. دي الحالة التالتة الكيس. الحالة الرابعة لي كيس رقم تلاتة. نفتكر اسود. بني. احمر. بعد الاحمر. اه برتقالي. صلاح برافو عليكم. اللون الاحمر. اللون الرابع بالنسبة لي في المقاومات. اللي هو الحالة التالتة بالنسبة لنا الحالة الرابعة بالنسبة لي لي كيس رقم تلاتة. اللون البرتقالي. يبقى السطر لقم واشر كيس تلاتة الحالة اللي رقمها تلاتة لكن عندنا يا حالة الرابعة مربع الحواري هكتب اللون البرتقالي نهيت كيس خلصت من بريك انا قلت اخد كم لون اربعة يعني عندي خلصت ادام خلصت بادوس على ايه ايوان باكتب كلمة يعني انا نهيت قاعدة فاكتب الصد رقم اربعتاشر كلمة وبعدين هبدأ شوف بقى الخارج بتاع ايه وطلع الخارج الخارج صدت رقم خمساشر اللي بيقول لي هكتب الرقم من زيرو الى تلاتة اللي هي الحالات اللي عندي حالة كيس زيرو كيس واحد كيس اتنين كيس تلاتة وبعدين اقفل اقواص بتاعتي انا فاتح تلات اقواص فلازم اقفل تلات اقواص ده اول برنامج بالنسبة لي اللي هو برنامج سويتش كيس او حالات اللي سويتش اللي انا كنت بعمل فيه جدول الوان المقاومات من الحالة الاولى اللي هي من نسبة لي رقم زيرو الى الحالة الرابعة اللي هي اللون البرتقال نعيد لبرنامج بسرعة مع بعض عشان نفتكره بدأنا بالسطر رقم واحد وقالنا واحد دية المكتبة العامة الشاملة بتاعة الجافا واحد بتقول لي امبورت جافا سوينج جي اوبشن بين السطر التاني وده اسم البرنامج بابليك كلاس بي 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 طبعا نحط اي اسم برنامج ممكن تحطوا برنامج اسم بحيس ان ده الوان المقاومات انت حرف في اسم البرنامج بعدين بمقالني بكتب اسم برنامج بفتح القوز بتاع اسم البرنامج السطر رقم تلاتة السطر الرقم اربعة وده بحط الدلال الرقمية بتاعتي انا اللي هي بابليك استاتيك فويد مين استرينج ارجس بما ان انا عملت الفويد مين او الدلال رقمية بحط بعدها قوس الدلال الرقمية دول اول خمس سطور سبتين في برنامج الجاف السطر ستة يبدأ البرنامج بتاعي اللي هي حالات مين بما ان انا هدخل متغير اتفقنا مع بعض لازم نعمل ايه برافو عليكم كده لازم نبدأ بتعريف المتغير المتغير اللي عندي انا بغليته متغير عددي صحيح اللي هو انت كيو سطر رقم ستة انت كيو انا عملت متغير عددي صحيح بدون علامة عشرية رقم سبعة طيب ايه هو كيو دوت بأكد ان الكيو ده انتجر رقم صحيح بيرس انت انا ادخله جيوبشن بين شو مازج امبوت ديالوج ديالوج او امبوت ديالوج يعني مربع داخل ودخل الرقم اللي انا عايزه صفر واحد دين تلاتة وبعدين نبدأ سطر رقم تمانية وده مين ايوان ده بداية قاعدة اسويتش وبكتب جنبها المتغير بتاع اللي انا سسميه كيو اسويتش كيو ما ننساش انه متغير بتاع اسويتش بتحط ما بين قصين وبعدين نبدأ من مين بالقوس التالت بتاعنا اللي هو القوس بتاع اسويتش في وسط رقم تسعة وبعد كده نبدأ في حالات اسويتش حالة اسويتش دايما بتكون بين قصين قصين مجموعة نبدأ الحالة الاولى عندنا لوسط رقم عشرة الحالة الاولى وانا سميناها الكيس رقم زيرو كيس زيرو معناها دي الحالة الاولى رقمها زيرو الرقم الاولاني اللون الاولاني اسمه لونه ايه ايه? ايوان اللون الاسود يبقى هنا هيكتب مين اسود نشوف مع بعض عشرة بتقول الكيس زيرو جي اوبشن بين شو مسيج دايالوج نال مربع الحواري هكتب مين ايوان هكتب مين اسود لون الحالة الاولانية عندي مين? الاسود لون لون الاولاني للمقام خلصت السطر سويتش لازم ادوس على او اكتب كلمة بريك بريك نهاية السطر بتاع الكيس السطر رقم 11 والحالة التانية بالنسبالي الكيس رقم واحد كيس واحد جي اوبشن بين شو مسيج دايالوج نال الحالة التانية اللي هي مين اللي هو اللون المين ايوان اللون البني وبعد ما خلص السطر بكتب كلمة بريك الحالة البعد كده اللي الحالة رقم تلاتة اللي هي الكيس رقم اتنين اللي هو السطر رقم اتناشر من الحالة التالتة يعني اللون التالت يعني اللون العحمر صح كده برافو عليكم يبقى كيس اتنين جي اوبشن بين شو ماسج نال هكتب مين اللون التالت اللي هو الاحمر وبعد دي كلمة بريك. اخر اللون عندنا احنا قلنا هنبدأ اربع علوان بس. ودل حالة رقم اربعة. انا بسميها الكيس رقم تلاتة عشان نبدأ من كيس رقم زيرو. السطر رقم تلاتاشر. بيقول لي كيس ري جيوب شامبين. سو ماسج نال لمين اللون الرابع اللي هو بنسبة لنا مين اللون البرتقالي. خلصت السطر بتاع الكيس بني بكلمة بريك صح كده برافو عليك. عندي حالات تاني في حيات مقارنة تاني ما عنديش. يبقى بني بكلمة ديفولت السطر رقم اربعتاشر ديفولت يعني انا خلصت مين? خلصت قاعدة الكيس. خلصت الحالات اللي عندي اللي هي بتاعت قاعدة اسويتش. هنكتب الداخل بتاعنا احنا السطر رقم خمسة واشر اللي هو الخرج بالنسبة لي الارقام اللي انا بدأ احطها هنا من صفر الى تلاتة انا بأكد عليه بس المعلومة هنا في سطر رقم خمسة واشر انا باكد المعلومة بقول له اللي انت هتدخل الارقام اللي هو المتغير من صفر الى تلاتة يعني صف واحد اتنين تلاتة اي اربع ارقام من دول. سطر خمسة واشر بيقول ايه نابطة بحط عليه الشرط واشن اكد عليه يجب ان يكون الرقم الرقم اللي فين اللي هو اللي انا مدخله فوق من صفر الى تلاتة يعني صف او واحد او اتنين او تلاتة انا ادخل رقم هيطلع لي اللون زي ما عم شوفنا في برنامج سويتش. وبعدين بقى في الاقواص بتاعتي قوس الاولاني بتاع السويتش. قوس التاني بتاع رقم خمسة بتاع الفويد مين او دلال رأسية. قوس التالت بتاع الحالة رقم تلاتة او اسم البرنامج. يبقى دي اول تمرين عندنا لو قاعدة مين السويتش كيس. وطبقنا فيها برنامج على الالوان اللي احنا اخدناها بلكلاف سنة اولى اللي هي المقومة. نبدأ في التمرين التاني وده هيتكلم على جمل الدوران اللي احنا بنسميها اللوب اللي هي الحلقات التكرارية. يبقى جملة دوران او الحلقات التكرارية احنا بنسميها اللوب. وده عندي فيها تلات قواعد اللي قاعدة 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 دو هويل. اول طبق من عندنا بيقول لي ايه? مستخدما جملة المطلوب عمل عداد تصادي. هبدأ قاعد يبدأ في العد من القيمة واحد حتى القيمة يعني ايه الكلام ده. يعني انت عاوز تعد من واحد اكس بكام? هتقول لي واحد يقول لي ستة. حال. يبقى نعمل برنامج بقاعدة قاعدة قاعدة ازاي دلوقتي. يبدأ يعد واحد بعدين يعد اتنين. بعدين يعد تلاتة. بعدين يعد اربعة. بعدين يعد خمسة. بعدين يعد كام? ستة. انا ميجي سبعة ما يعدش. انه العداد بيقول لي اخره كام? اكس. واكس انا قلت النهاية بستة. على ان يتم ادخال قيمة نهاية العد من لوحة المفاتيح. يعني ادخل قيمة اكس من لوحة المفاتيح. طب انا قبل ما اعمل برنامج ما انا لازم اعرف الاول القواعد اللي عندي. انا قلت عندي قم قاعدة. ايوة كده برافة عليك. وفي ناس مركزة معي. ايه القواعد اللي عندي تلاتة. الحلقة فور لوب. الحلقة فور لوب يعني الحلقة عنية بتاعت فور. الجملة التانية بتاعة الويل لوب. اللي هي جملة هويل. والجملة التالتة بتاعت دو هويل لوب او دو هويل. يبني عندي كده كام حلقة عندي? تلاتة. حلقة الفور. وحلقة الويل. وحلقة الدو هويل. ونعرف التمرين اللي انا اخدها كمان شوية. ايه الفرق ما بين التلاتة. نبدأ في اول حاجة عندي الحلقة ده الشكل العام للفور لوب. ميزة القاعدة او الحلقة فقول ان هي كلها بتتم على سطر واحد. كلها بتتم على سطر واحد. التأمين كان بيقول لي انا هبدأ مثل من صفر. وانهي عندي اكس. وده عدات بيعد صفر واحد ادنين تلاتة اربعة يعني كل مرة بزود كام واحد. يبقى انا عايز البداية. وعايز النهاية. وعايز كل مرة بزود كام? هنا في سطر واحد. مين اللي عمل الكلام دوت? قاعدة فور. فور بتقول لي ايه? فور. وبعدين يعني حط القيمة المبدئية اللي هي البداية بتاعتك انت. وبعدين اللي هو الشرط انت هتخلص امتى? هتوقف لحد امتى? لحد الستة لحد السبعة لحد تمانية لحد مية. وبعدين اللي هي مين? اللي هي الزيادة. انت هتزود كام? هتزود واحد هتزود اتنين هتزود اربعة هتزود عشرة انت حر. يبقى تاني. فور بتقول لي ايه? يبقى فور. افتح كوز فور. اول حاجة عند كيمة المبدئية اللي هي البداية العد بالنسبة لي. اللي هي. التاني او الحاجة التانية عندي بالنسبة للشرط اللي هي. يبقى اول حاجة البداية. وبعدين الشرط انا اخلص امتى? خلص عند ستة عند سبعة عند مية عند الف. بعد كده اللي هي الزيادة. انت هزود كام? هزود في كل مرة واحد. هزود في كل مرة اتنين. هزود في كل مرة سالب تلاتة. كل ده في سطر واحد. وبعدين اكمل البرنامج يعني البرنامج اللي انا عاوز اكملها. وانهي بفتح بكوس مجموعة. وانهي برضو بكوس مجموعة. يبقى فور تاني بتقول لي ايه? كلها بتقلص سطر واحد. البداية اللي هي لبداية العدد. وبعدين اللي هو الشرط. وبعدين اللي هو الزيادة. نشوف. عشان بس افهم يعني ايه? يعني ايه ابداية العد? ويعني ايه الشرط بتاعي? ويعني ايه الزيادة? فهنا هدوكم شوية الاول شوية. امثلة صغيرة كده. افرق ما بين ايه زود واحد? ايه زود اتنين? ايه ناقص واحد? ايه ناقص ثلاثة? ايه زود خمست 取ش. فحطت شوية قواعة صغيرة كده بسرعة. نفاهمها مع بعض علشان نعرف ايه الفرق من الزيادة والنقصان? الفرق لنزود واحد او زود اكتر من واحد. الفرق لنقل الواحد او قل الاكتر من واحد. نبص مع بعض كده. اول حاجة عندي انا قلت ازا كان العدد متتالي يعني ورا بعضه بالزيادة واحد. يعني اعد انا كاتب او من واحد لمية. يعني اعد واحد اتنين تلاتة اربعة لحد كام لحد مية. احط قاعدة صفور. كفرو بتقول لي ايه? ابدأ بالبداية. حطيت رمز اسمه ايه? وبيننا احط رقم صحيح فعرفت الايه ده ان هو انتجر. انا هبدأ منين? ايوه? المثال بيقول لي ابدأ من واحد. واول حاجة في الفور هي البداية. يبقى فور انت ايه بتساوي مين? بتساوي واحد صح كده. دي البداية. تاني حاجة من في فور? الشرط اللي هو الكونديشن. الشرط يعني انا هبدأ اقرى الارقام لحد مين? هنا اقل لحد مية. فحطيت الشرط بتاعي. الشرط بيقول لي ايه? ايه? اقل من او بتساوي مية. ليه اقل من او بتساوي مية? لان ممكن تساوي وتسعين. انا ميجي مية بتساوي مية هتخش معاه في العدد. هل ممكن احط الشرط ده? بطريقة تانية اه ممكن. ممكن اقول ايه اقل من مية واحد. يبقى هو لو جيل حد مية واحد مش هشتغل. لان انا اللي الشرط بتاعه ايه? انهي قبل مية واحد. يبقى انا هنا ممكن احط المية دي عندي هنا بقعادتين. لما اقول زي ما انا كاتب كده قدامي ايه اقل من او بتساوي مية? كده هيقرى المية اللي تحتها. لما اقول ايه اقل من مية واحد? يعني اعدي بعدها واحد. عشان ما يعدش المية واحد. طيب انا قلت اهو انا هبقى بواحد. هنتيه عند مية? في كل مرة هزود كام. بما ان انا بزود واحد بس. نفتكر مع بعض. كنت بزود واحدة عن طريق زائد زائد ايه? او ايه زائد زائد? الحالتين بنسبة لنا زائد بعض. فانا اخدت هنا كلمة زائد زائد ايه? زائد زائد ايه? يعني زود على ايه واحد. ده زيادة كام? واحد. نقول تاني كده بسرعة. انا بقول هنا مثال لفور ان العدد ده متتالي من واحد الى مية. متتالي يعني واربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة الحد مية. بحطه كل فين? في سطر واحد في فور. فور بتقول لي ايه? فور. وابدأ او حط البداية بتاعتي اللي انا قلت ان ايه بتساوي واحد? وايه ده رقم انتجر رقم صحيح فعرفت ان انتجر. فقلت فور انت ايه بتساوي واحد البداية? وبعد كده تاني حاجة بحط مين? بعد الفصلة المنقوطة بحط مين الشرط? الكونديشن بتاعتي انا? الكونديشن انا يعدي لحد كام? لحد مية. قلت عندي مقارنة بطريقتين. انت حر في الانتحان. ممكن تقول ايه اقل من مية واحد. وهو كده بيجي يعد مية واحد. مش هيعدها. لانا اقول طوله الشرط ايه? اقل من مية واحد. يعني نخد اللي قبلها على طول. اللي عندي بالنسبة لي مية. الامة هيقول ايه اقل من او بتساوي مية? وهنا هيعد المية عشان نقول طوله ايه? بتساوي. وبعد كده فصلة منقوطة. بعدين نبدأ الحاجة التالتة اليمين لزيادة. بمن الزيادة واحد باكتب زائد زائد ايه? لامة ايه زائد زائد. ودي اول حاجة عندي اللي هو العد المتتالي بالزيادة. نبص الحالة التانية اللي عندنا? لو انا اعمل عداد متتالي بنقصان واحد. يعني ايه? المرة وانية كنت بزاود لاحد. المرة دي لا. ده انا هقلل الواحد. طب منين? انا قلت له قلل الواحد من ميتين الى خمسة. من ميتين الى خمسة. ناخد بالنة كويس قوي. المرة وانية انا قلت اعد من واحد لمية. يعني هبدأ بواحد وانتهي عند مية. المرة دي انا ما قلتش كده. المرة دي انا قلت انا هبدأ من ميتين وانتهي عند خمسة. يعني ميتين وبعدها مئة ستاعة وتسعين بعدها مئة تمانية وتسعين بعدها مئة سبعة وتسعين لحد ما وصل لكام لخمسة يبقى البداية هنا كام خمسة ولا متين ايوة برافو عليك صح كده البداية هنا متين عشان هبدأ من متين وفي كل مرة هنقص واحد يبقى زي كنت في الزيادة بقول زائد زائد في النقصين هقول ايه ايوة هقول ناقص ناقص طيب والشرط بتاعي يبقى انا همشي لحد فين لحد خمسة يبقى الشرط بتاعي انا هبدأ اقل 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 لحد اكبر من مين من خمسة نبص كده انا كاتب ايه فور انت هبعرف الايه نهايه انت رقم صحيح بيبدأ من كام ايوة هنبقى بابدأ من متين صحة كده يبقى فور انت ايه بيتساوي متين انا هبدأ من متين خلصت البداية بعد كده الكونديشن او الشرط انا هبدأ اقل لحد مين لحد خمسة يعني الاركام اللي جاي لها كلها اعلى من خمسة عشان كان الشرط بتاعي ايه ايه اكبر من او بتساوي خمسة واحد يقول لينا مش عاوز اكتب الشرط ده مش عاوز اكتب يساوي تبقى اكتب ايه هقول ايه اكبر من مين من ستة ولا ايه اكبر من اربعة هو انا عاوز خمسة ولا مش عايز خمسة? لو عايز خمسة اخلص بعدها. الو مين? الو اربعة. يبقى اقول ايه? اكبر من اربعة. الو مش عايز خمسة اقول ايه? اكبر من ستة. يبقى انه ممكن اغير الشرط ده. بدل ما انا كاتب ايه اكبر من او بتساوي خمسة? اقول ايه اكبر من اربعة. خلاص. هو ما يجي عند اربعة مش اقراها يرى اللي قبلها اليا مين? اليا الخمسة. وبيني في كل مرة بنقص واحد. فبحط الحاجة بتاعتنا اليمين ليا ناقص ناقص ايه? يبقى بتقولflanzen ايه? انا ابدأ من متين. وانتي عندي خمسة في كل مرة بنقص واحد. فالقاعدة بتقول لي انت ابدأ من متين. ايه بتساوي متين? وفي كل مرة هتقلل واحد لا ناقص ناقص ايه? طب ويه الشرط بتاعك. اللي هو اوصل لحد كام? انا باوصل لحد خمسة. بقول ان الشرط بتاعي ايه اكبر من او بتساوي خمسة? ممكن واحد تاني يقول لي ايه اكبر من اربعة. ده يتصح صح. طي ناخد مسال كمان. لو انا بقول العداد متتالي. ناخد بقى. انه بادل عدد متتالي اول مرة متتالي بالزيادة. من واحد لحد مية. انه بادل بقول كم? ايوة بقول خمسة. وبعديها عشرة. بعدها خمس تاشر. بعدها عشرين. لحد ما اصل لكام? من تلتمية. ايه ده? انا اول مرة كنت بعد واحد دين تلاتة. يعني كنت بزود واحد. انه مادل بزود كم? خمسة بعدها عشرة. بعدها خمسة عشر. يعني مزود ايوا بنزود خمسة. الله توانا عارف ان زيادة واحد زائد زائد ايه? او ايه زائد زائد? تويakhonقود الزيادة خمسة نفتكر مع بعض برضو خدناها قبل كده. اما يكون الزيادة خمسة بقول ايه? بقول ايه زائد بتساوي العدد انا بزوده. ايه زائد يعني كل مرة هزود عليه كم? هنا اهزود خمسة يبقل ايه زيء بالساوى خمسة. تبαςود عشرة قل ايه زيء بالساوى عشرة. تبايزود خمس100 قل ايه زيء بالساوى خمس номاشر صح كده. يبقى هنا الزيادة عندي مين? مش واحد. هتبقى زيادة كام? خمسة. نبص بتاعنا الفور بتقول ليه? أنت ايه? انا هبدأ من كام? من خمسة. فقلت قلت فور. انت ايه? انا عرفت ايه? ان انتجل رقم صحيح. بيبدأ من خمسة. الشرط بتاع ايه? انا اوصل لحد كام? اوصل لحد تلتمية. وهنا قلت الشرط ممكن اعمله بطريقة ايه? واحد يقول لي ايه اقل من تلتمية واحد مزبوط هيقرى تلتمية بس. واحد يقول لي ايه اقل من تلتمية وخمسة في كل الاحوال وهيقرى تلتمية بس انه كل مرة بيتزود كام? خمسة. واحد تاني يقول لي لأ هكتب الشرط اللي انت كاتبه ايه اقل من او بتساوي تلتمية هو هيقرى الاقل من تلتمية وهيقرى كمان تلتمية عشان حطت شرط يستوي ايه كاتب فيه كلمة يساوي يبقى الشرط بتاعي ايه قال لي منه او بتساوي تلتمية ناخد بنا نقول له مرة زود كم خمسة فابقول ايه ايه زائد يعني زود عالايه كم خمسة ايه زائد بتساوي خمسة لو انا بزود تلاتة اقول ايه زائد بتساوي تلاتة لو زود اتنين او ايه زائد بتساوي اتنين وهكذا يبقى تاني عشان اعمل عداد متتالي خمسة عشرة خمساشة لحد تلتمية لحد الف لحد زي ما يكون انا بزود خمسة بكتب قعدة فور بتقول لي فور انت البداية عندنا خمسة يبقى فور انت ايه بتساوي خمسة والشرط بتاعي لان اهاني عن تلتمية فقلت ايه اقل من او بتساوي تلتمية وفي كل مرة انا بزود خمسة فقلت ايه زا ايه تساوي خمسة ناخد مثال تاني على المقصان بقى. يعني هاي اللي بقى? انا كنت بزود طب انا هرجع هاي اللي تاني. برضو مش هاي اللي واحد. نشوف هاي اللي كام? المثال بيقول لي ازا كان العدد متتالي بالاعداد التالية هبدأ ربمية وعشرة هنزل ربمية وسبعة هنزل ربمية واربعة هنزل ربمية وواحد توصل لحد كام? لحد ثلاثة. ايه ده? انا بدأت ربمية وعشرة? بعديها ربمية وسبعة? بعديها ربمية واربعة? يعني بطى ولا بنزل انا بنزل. في كل مرة بنزل كام? نطرح ربمية وعشرة نقص ربمية وسبعة الفرق كام? تلاتة. صح كده? يبقى اني ودينا بنقص كام? تلاتة. يعني ما اجي اقول الشرط بتاعنا هنا بقى النقص او الزيالة بتاعت انا ايه? ايه نقص? بتساوي كام? انا بنقص كام? تلاتة. يبقى ايه ناقص بتساوي تلاتة. صح كده. نشوف قاعدة بتاعتنا بتقول ايه? انت ايه? انت ايه الرقم اللي هدخله رقم صحيح. يعني رقم مفهوش علامة عشرية. انا ابدأ من كم هنا? ربعة مية وعشرة. يبقى فور انت ايه بتساوي ربعة مية وعشرة. مضبوط. انا كل مرة هنقص كم? هنقص تلاتة. انهاية فور كتبقى ايه نقص بتساوي تلاتة. طب انا هوصل لحد كام? نشوف بص في المسال هوصل لحد كام? باربع المية وعشرة ااربعة لحد ثلاتة. يبقى انا هوصل لحد ثلاتة. ومن ان انا بنزل فبكتب اكبر من. وقولت عندي شرطين. اه انا ممكن اكتب الشرط بطريقتين. لما اقول ايه اكبر من? اتنين. يعني ما يعدش اتنين يعد القبلها اللي هي تلاتة. لما اقول زם انا كاتب ايه من او بتساوي تلاتة. عشان انا بعمص لحد تلاتة. يبقى تاني ازا كان عدد متتالي بس بالنزول. تنازلي مش تصاعدي. فاكتب نقص. المثال بيقول لي ربعة مية وعشرة ومية سابرة ومية واربعة لحد تلاتة. فشرط فور. السطر بتاعها بيقول لي فور. انت ايه بتساوي ربعة مية وعشرة. اللي هي البداية. والشرط بتاعي انا ايه اكبر من او بتساوي تلاتة واحد تاني اكتبه ايه اكبر من اتنين ده صح او ده صح? وفي كل مرة بنقص كم تلاتة? فكتبت ايه نقص بتساوي تلاتة. كده كتبنا شوية امثلة على فور علشان اما اجي اشتغل في اي برنامج فور او فدو او في هويل ابيعارف ان ازاي حط نقص تلاتة? ام تحط نقص خمسة? ام تحط زائد اتنين? ام تحط زائد زائد? نبدأ. بقول ثمين عندنا? في قاعدة فور. بقول لي ايه? مستخدما جملة فور. المطلوب اعمل عدات تصاودي. يبدأ في العد من القيمة واحد. هبدأ من واحد اهو. حتى القيمة اكس. يعني النهاية عند كام? عند اكس. على ان يتم ادخال قيمة نهاية العد من لوحة المفاتيح. يعني انا هبدأ من ايه? هبدأ من واحد. وانا عدات تصاودي. ما قال ليش واحد خمسة ستة. قال لي واحد تصاودي ويمشي من واحد لحد اكس. يعني هبدأ من واحد. وفي كل مرة هنزود واحد لحد ما وصل لحد كام? لحد اكس. يعني هاتي العد بتاعتي اكس. نبدأ البرنامج. طبعا دائما ببدأ بالبرنامج بالخمس سطور السابتين اللي عندي. اللي هم بتوع اي برنامج جافا. اللي هم سطر رقم واحد. امبورت جافا اكس. المكتبة العامة بتاعت الجافا. بعدها بكتب اسم البرنامج. وبعدين بفتح قوس بتاع اسم البرنامج. نسطر رقم تلاتة. بعد كده استطر رقم اربعة لوا مين? ايوة. لوا الدالة الرأسية. برافو عليكم بقى تحفظه. عشان ده ينفعنا كتير اوي 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 اما اجتشتغل في المعمل ان شاء الله. سطر رقم اربعة. مين? الدالة الرأسية بتاعتي انا. وبعدين افتح القوس بتاع مين? بتاع الدالة الرأسية. دي خمس سطور سابتين. نبدأ برنامجنا استطر رقم ستة. صح كده. هو قال لي اتبدأ العد من واحد لحد اكس. يبقى اكس ايه متغير لازم ادخله. بمن ان انا بتكلم على ارقام صحيحة. يبقى انا لازم ادخل اكس انه رقم صحيح. وقالنا قبل كده ان اكس عشان اعرفه انه صحيح. بفلوت ولا بانت. ايه بفلوت لمين? فلوت الارقام الحقيقية. يعني العدد اللي فيه علامة عشرية. لكن انا عاوز احط عدد مفيش علامة عشرية بحط مين? ايوة صح كده برافو عليكم بحط انتجر او انت يعني رقم صحيح بدون علامة عشرية. وبين انا في التمرين هنا ايه اللي من واحد لحد اكس بدون علامة عشرية فقولت رقم ستة يعني ده متغير صحيح. السطر سبعة انا بأكد اهو ان اكس ده رقم صحيح عن طريق واحدة المفاتيح. سبعة بيقول لي اكس انتجر صحيح او رقم صحيح. يعني ده ادخال يعني مربع ادخال. واكتب جنبي ايه? ادخل نهاية العداد. هو هيقول لي كده. ادخل نهاية العداد. يعني اكتب اكسب كان من الاخر يعني. ده جملة انا بقوله باكد عليه. بكتب له جملة بالعربي ادخل نهاية العداد. ساعتها واحد يقول لي اكسب عشر يوم كتب عشر. واحد يقول لي اكسب اتناشر يوم كتب اتناشر. واحد يقول لي اكسب الف يوم كتب الف. السطرة رقم تمانية. دي قاعدة مين? ايوة قاعدة فور. ناخد بالنا ان قاعدة اي حاجة في قوصين عاديين بتوهم مجموعة في القاعدة ما بقفلهمش قاعدة فره بتقفلش ازا قاعدة ف بتقفلش يعني بحطش فصلة منقوطة في الاخر. نبدأ فور. فور انت. الرقم البتاعي الصحيح. هو قال لي ابدأ من كام من واحد. فور انت ايه? بتسواح. دي البداية بتاعتين. بواحد. انا قلت عداد تصاودي. وما قلتش في فواصل. انا ما قلتش واحد واربعة وخمسة واحد واربعة وتمانية واحد وخمسة او سبعة لأ. دورة بعض واحد وانت اربعة. يعني انا في كل مرة بزود كام? بزود واحد. يبقول زائد زائد ايه? ممكن واحد تاني يقول لي ايه زائد زائد? دي الصح. ودي الصح. الحالتين بتقول لي ايه? زود على ايه واحد. طيب انا همشي لحد كام? همشي لحد اكس. فقلت الشرط ايه? ايه? اقل من او بتساوي اكس. واحد تاني يجي يقول لي ايه? طيب ما انا هكتب ايه 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 واحد كده شاطر يجاب على السؤال ده. في العادي يميكون عندي مسلا ستة بقول ايه قل منه وبتساوي ستة. واحد تاني يقول لي لأ ايه اقل من سبعة. صح كده. الله. طيب انا هنا عندي اكس. هكتب ايه بقى? انا كتب ايه قل منها وبتساوي واحد تاني يقول لي لأ. انا عزي اكتب ايه قل من بس. مكتبش تساوي. اكتب كام? ايوة صح. صح. في واحد جواب صح كده. قال اكتب ان ايه? اقل من اكس زائد واحد. مضموط كده. يعني زود هالكس واحد. وانا بقول اقل منها يعني عمره ما هيوصل لها. يبقى سطر رقم تمانية تاني. ايه بتساوي واحد? البداية عندي واحد. وكل مرة بزود واحد فقلت زائد زائد ايه? والشرط بتاعي انا ده نوصل لحد اكس. فقلت ايه اقل من او بتساوي اكس. ده السطر رقم تمانية. السطر رقم تسعة ده اللي هطلع في الخارج بتاعي انا. سطر تسعة بيقول شو يعني مربح حواري اللي هحط فيه الخارج نال واكتب خارج العداد. هل الخارج بتاعنا مساميه ايه? نفتكر كده? خارج العداد ده هكتب لي بتكون مابل عرب اسم خارج العداد. انك انا اصلا عداد اسمه ايه عندي? ما ننساش. ايوة. العداد انا حطه في قاعدة اللي هو الرمز عندي اللي هو مين? اللي هو ايه? يبقى الخارج بتاعنا اسمه ايه? فنكمل سطر رقم تسعة كده بيقول ايه? جيوب شنبين. خارج العداد. اللي هو بالعربي اللي هو مين? اللي هو ايه? كلمة زائد ايه دي? هي مزائد ايه? مش هزود ايه? لا دي معناها فصلة ايه? يعني خرج الايه. بعدين نقفل القوسين بتاعنا. القوس بتاع رقم خمسة والقوس بتاع رقم تلاتة. نجعل البلنامج كله حط مع بعضه كده عشان نفهم البلنامج كان ماشي ازاي. مع بعض ده برنامج كامل هو. نبدأ مع بعض واحدة واحدة. اول سطر عندي المكتبة العامة جافا. امبورت جافا ايكس اس وين يجي اوبشن بي. السطر التاني بكتب في اسم البرنامج. انا مسامل البرنامج هنا حسن. واحد تاني يسميه احمد. واحد تاني يسميه بان انا بعمل زيادة ايه يسميه كريمين. واحد تاني يسميه اي حاجة. انت حر في اسم البرنامج. بابل افتح القوس بتاع اسم البرنامج. وبعدين هكتب الدالة الرئاسية. ببقى ان كلمة الدالة الرئاسية افتح قوس الدالة الرئاسية. دي اول خمس سطور سابتين. السطر السادس بالنسبة لنا بقى. وده بدات البرنامج. قلنا انا مدخل مين? اكس واكس ده رقم صحيح. فقلت انت اكس. يعني خل المتغير اكس. انت يعني رقم صحيح. السطر سبعة بيقول ايه? بيأكد ان اكس دي رقم صحيح. وهدخلها عن طريق الكيبورد. يبقى دي رقم سطر السبعة ده. قال ادخلها عن طريق مين? روحة المفاتيح. او الكيبورد. اكس انتجر صحيح. بيرس انت. جي اوبشن بين شو امبور دايالوج. يعني مربع ادخله. لمين? ادخل نهاية العداد. يعني هنا ادخل نهاية. هتحط اكس بكم بتمانية? هتدخل تمانية. هتحط تسعة. اما يكتب لك جملة ادخل نهاية العداد. ثم كاتب تسعة. هتدخل مية. اما يطلع لك رسالة ادخل نهاية العداد. ثم هتدخل مية. سطر تمانية قاعدة فور. ودي المهمة بالنسبة لي قوي. قاعدة فور فيها بدهاية وفيها نهاية وفيها شرط. رقم تمانية فور. انت ايه بتساوي واحد? دي البداية بتاعتي انا. وانا اخلص عند اكس. فقلت ايه? اقل من او بتساوي اكس. واحد تاني يقول لي ايه اقل من اكس زاد واحد. وبعدين في كل مرة بزود واحد. قلت زائد زائد ايه? او ايه زائد زائد. دي سطر بتاع فور. السطر تسعة انا اعمل خارج العداد بتاعي. لو اسمه ايه? لو اسمه ايه? او حد ينسى. او حد ينسى ان العداد بتاعي اسمه ايه? ما اسموش اكس. اكس فور. فور قالت لي ان العداد اسمه ايه? وعرفته ان ان انت عرفته ان هو رقم صحيح. انما كان تعريف. ده المين? ده المتغير اللي انا حطه بنهاية العداد. يبقى اخد بالي كواس اوي. فرق بين اكس وبين ايه? اكس ده دخل النهاية بتاعت العداد. هي متغير اه? ومتغير صحيح اه? لكن العداد بيخص عندك اه. عند سبعة عند عشرين عند مية ده اكس. لكن العداد اصلا اسمه ايه? يعني انا بعد العداد فمتغير اسمه ايه? فمتغير اسمه ايه? يبقى السطر رقم تسعة ده مين? خارج بتاع العداد. اللي هو اللي هو الحرف بالنسبة لي ايه? يبقى تسعة بتقول لي ايه? جي اوبشن بين. شو ماسج دايلو نال خارج العداد اللي هو زائد ايه? عشرة بقى في اللقوز بتاع السطر خمسة اللي هو بتاع الدلال الرئاسية. وبقى في اللقوز بتاع رقم تلاتة اللي هو اسم البرنامج. يبقى ده اول برنامج لبرنامج فور اللي خدت فيه. ابدأ اعد من صفر لحد رقم معين. انا ادخله عن طريق واحدة مفاتيح. ده انا مسمين بمتغير اكس. ده التمرين رقم اتنين. نبص على التمرين رقم تلاتة. التمرين بيقول لي اكتب برنامج يقوم بعملية العد من صفر الى عشرة باستخدام الحلقة هوي اللوب. طبعا ما اعطي بعض نتاج الشاشة. ايه ده? يعني انا اول مرة خدت المسال بتاع فور. خدت من صفر لعشرة باستخدام فور. المرات ياخد مين? باستخدام هويل. الفرق بين هويل وفور. قلنا فور بكتب كل حاجتي في سطر واحد. يعني فور البداية هبدأ صفر وبعدين هزود واحد زائد زائد وفي قاني عند كم? عند عشرة. طب هويل نبص قاعدة هويل بتقول ايه? هويل اللوب بتقول لي. هويل بحط جنبها الشرط. هويل بحط جنبها الشرط. كان في فور هو رقم تلاتة. وبعدين نفتح القوز بتاعة هويل. ونحط الجمل بتاعتها كلها. وبعدين نكتب الزيادة. دائما البداية قبل هويل. دائما البداية قبل هويل. وفي دو هويل البداية قبل دو هويل. عشان بس نبدأ نعمل مقارنة في الاخر خالص ما بين فور وبين هويل وبين دو هويل. فور كل الشرط بتاعي في سطر واحد. هويل لا. البداية قبلها. الشرط جنب مين? جنب هويل. النهاية او الزيادة او الانكريمنت بتاعتنا لان ازود فيها واحد او اتنين او او اربعة او ستة او النقصان. بعد مين? بعد هويل. في دو هويل زي ما ناخد بعدها بشوية ان البرض البداية قبلها. وهويل جنبها الشرط وبعدين الزيادة. يبقى هويل بتقول لي ايه حسب الشاشة اللي قدامنا? هويل بتقول لي قبلها اتفقنا ان ابلها بحط مين? بحط البداية. بعدين هويل جنب جنب او الشرط بتاعي. هو ايه قال لي من عشرة ايه قال لي من مية ايه اكبر من الفين. زي ما اكتب البنامج زي ما ناخد. وافتح قوس بتاع هويل. اكتب البرنامج بتاعي واقف القوس هويل. البنامج بيقول لي بقى اكتب برنامج يقوم بعملية العد من صفر الى عشرة باستخدام الحلقة هويل لوب. مع طباعة النتائج على الشاشة. طيب دي هويل. ده البرنامج طبعا السابط عندنا. امبورت جافا اكس. سطر واحد المكتبة الرئاسية بتاعتنا. اتنين. وجنبها اسم البرنامج. نخبرنا لو نكن تسميه حسن. هنا سميته ام ام ام. واحد يسميه بي بي بي. واحد يسميه علي. واحد يسميه اي حاجة. انت حر في اسم البرنامج. سطر رقم تلاتة. ده القوس بتاع اسم البرنامج. السطر اربعة دي دل الرئاسية بتاعتي انا. سطر رقم خمسة. المجموعة بتاع مين? ايوة. بتاع الدالة الرئاسية. البرنامج. ده بنامج باستخدام مين? باستخدام هويل. انا هنقوله قدامنا باستخدام هويل. وبعدين هننجوا مع بعض في دماغنا باستخدام فور. عشان اعرف بس ايه الفرق. ما بين هويل ما بين فور. ويفضل استخدم انا. هما الاتنين زي بعض او تلاتة الحلقات بتاعنا زي بعض. بس يعني في واحد يفضل استخدم هويل. واحد يستخدم دو هويل. واحد يستخدم فور. انت حرر في كتابة البرنامج. نكمل مع بعض البرنامج. سطر رقم ستة. انا هحط متغير. صحيح. يعني بدون علامة عشرية. والبرنامج بيقول يبدأ من صفر. فان هنا بدأ من كام? من صفرة. يبقى كيو البداية. واتفقت ان البداية في هويل قبل هويل. او بدأ قبل هويل فعلا. انت كيو بتسوي زيرو. يعني البداية عندي بزيرو. وبعدين سطر سابعة هويل. وان هويل بنحط جنبها مين? صح كده بنحط جنبها الشرط. طب انا همشي لحد كام? لحد عشرة. يبقى هويل قلت كيو اقل من او بتساوي عشرة. نفتكر واحد تاني يقول لي ايه? لا انا هكتب هويل كيو اقل من حد واشر. صح كده. دي صح. ودي صح. انا هطبع الخارج اللي هو كيو. فعملت السطر رقم تسعة. طبع تمانية فتح الكوز بتاع هويل. تسعة هكتب الخارج. الخارج بتاع اللي هو المين? اللي هو الكيو. جي اوبشن بين. شو مسج نال. لكيو. يبقى انا كده بخرج مين? بخرج كيو. يبقى اخد بالنا ان هويل عملت قبلها مين? البداية اللي هي كيو بتساوي زيرو. وبعدين هويل حيت جنبها الشرط بتاع هويل. والتفاقن هنا انا اعد لحد عشرة. يبقى كيو اقل من او بالساوي عشرة. واحد تاني يقول لي كيو قال لي من حدو عشرة. ده صح. وده صح. بعدين فتحت كوص ويل. وبعدين كتبت بقى الجملة اللي انا عايزها ليه مين? انا قلت في البرنامج طباعة الخارج. فكنا دي جملة الطباعة او جملة الخارج. نوسط رقم تسعة. جيوب شنبين. شو مسج دايلوج. لو مربع الحوار في منتصف الصفحة. نال. وانا اخرج مين? اخرج كيو. نفتكر احنا قلنا هويل بتعمل ايه? قبلها البداية. جنبها الشرط. النهاية بعد مخصر البرنامج. بتاع هويل. فنقصت رقم عشرة مين? زائد زائد كيو. اللي هي مين? ايوة. اللي هي الزيادة او النقصات. انا هنا بمين انا بعد صفر واحد نين تلاتة اربعة لحد عشرة. فبزود واحد فقلت زائد زائد كيو. وبعدين قفلت القوز بتاع هويل. وقفلت القوز بتاع رقم خمسة. والقوز بتاع رقم تلاتة. نقول البرنامج كله مرة واحدة عشان بعرفين احنا قلنا ايه? وبعدين هنقرنه تاني بفور. انساط رقم واحد. بيقول امبورت جافا. اسم البرنامج. نفتح القوز بتاع اسم البرنامج. بعدين اللي هي الدلر الرئاسية. وبعدين نفتح القوز على الدلر الرئاسية. وبعدين بنبدأ في برنامج هويل. البداية انت كيو بتساوي زيرو. اللي هو ابدأ انا بالرقم زيرو. وبعدين سبعة احط هويل. هويل بحط جنبها مين? ايما برافو عليكم. نازم نحفظ الكلام ده قويس قوي. بحط جنبها الشرط. لو اقل من او بتساوي عشرة. او واحد يقول لكيو اقل من حداشر. مظبوط وده مظبوط. نفتح القوز بتاع هويل. لو هكتب جنبيه. جملة بتاع طويل بقى. انا عاوز مين? انا عاوز كيو. اللي هو الخارج بتاعنا بالنسبة لكيو. لو يعد صفر وبعدين واحد وبعدين اتنين وبعدين تلاتة. حد كام? حسب الشرط اللي قدامي الحد عشرة. طبعا كل مرة بزود كام? قلت صفر واحد اتنين انا بزود واحد. فشكرا عملت ايه في ست رقم عشرة? زائد زائد كيو يعني زود على كيو واحد. يعني صفر اول مرة. بقين يعد زود واحد يبقى كام? يبقى واحد. بقين نهفر القز بتاع اويل. وبعد نهفر القز بتاع رقم خمسة. ونهفر القز باع رقم تلاتة. لو قلت هنا فور? فور تجيب سطر واحد. فور انت كيو بتساوي زيرو. في نفس السطر فاصلة منقوطة وجنبها كيو اقل من او بتساوي عشرة. او كيو اقل من حدو عشر. فاصلة منقوطة وامكاتب مين? ايه صح كده. في ناس الحمد لله بلا تشتغل معنا كويس. وامكاتب الزيادة لزائد زائد كيو. وقف القز بتاع فور. ماشي كده يبقى احنا النهاردة الحمد لله خدنا فور وخدنا سويتش كيس وخدنا فور وخدنا هويل. بازن الله ان شاء الله هنكمل المرة الجاية مع دو هويل. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.